دلوقتي خلينا نروح نشوف كده إجمالي للي حصل خلال عشر سنوات وحدك تتكلم عنه بالتفصيل بكل تأكيد هي قفزة كبيرة جدا حقيقتها الدولة في قطاع الكهرباء قفزة وصلتنا من العجز لتحقيق فائد نتيجة تنفيذ المشروعات العديدة اللي خلت مصر عندها قدرة على إنتاج 59 ألف ميجاوات قفزة كبيرة حققتها الدولة في قطاع الكهرباء جعلتها تنجح في التحول من عجز توليد التيار بمتوسط عجز يومي 6000 ميجاوات عام 2014 إلى تحقيق فائد نتيجة تنفيذ المشروعات العديدة التي جعلت مصر لديها قدرة على إنتاج 59 ألف ميجاوات وفي الوقت الحالي أصبح استهلاك المصريين من الكهرباء يتجاوز 30 ألف ميجاوات ورغم ذلك أصبح هناك احتياطي كبير من الكهرباء يمكن أيضا تصديره وفي ذروة الصيف الماضي عام 2022 وصلت مصر في الاستهلاك إلى 34 ألف فاصل أربعة ميجاوات ومع ذلك كان هناك فائد احتياطي من التيار بلغ 14 ألف ميجاوات وفي الصيف الحالي 2023 من المتوقع أن يتجاوز إنتاج التيار 35 ألف ميجاوات ونتيجة لذلك لن يحدث أي تخفيف أحمال نتيجة الفائد في الكهرباء الوصول لذلك الفائد جاء نتاجا لجهود الدولة في العمل على عدة محاور لتخطي أزمة الانقطاع وعدم تواجد إنتاج كافي للاستهلاك حيث تم العمل على تطوير الشبكات وإنشاء محطات كبرى وتطوير المحطات القديمة مما ساهم في إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية بما يعادل ضعف ما كان متوفرا في عام 2014 وبلغ إجمالي القدرات المضافة حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية وبذلك انتهت تماما ظاهرة انقطاع الكهرباء وفي تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تم الكشف عن أن النتائج الاستراتيجية في قطاع الكهرباء تتمثل في تحقيق 116% معدل نمو في صدرات الطاقة الكهربائية إلى جانب تقدم مصر 44 مركزا في مؤشر جودة التغذية الكهربائية فضلا عن تحقيق 198% معدل نمو في القدرات الكهربائية وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة ونتيجة لتركيز الدولة في رؤيتها على تحسين قطاع الطاقة تم رفع قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة الكهرباء والبترول حتى بلغت حوالي 886 مليار جنيه خلال السنوات السابقة منذ عام 2015 مقابل حوالي 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها